هل تسهم القمم المنعقدة في الرياض في تسريع مغادرة اليمن لتعقيدات الجحيم الذي صنعته ميليشيا إيران؟ سؤال إجابته بيد اليمنيين قبل غيرهم، فما تنتجه القمم تترجمه الهمم، وما ينقص اليمن تحركات وليس مخرجات وقرارات فنظريا تعد مخرجات الحوار الوطني والمبادرات الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية اليمنية وفي مقدمتها القرار 22-16 أرضية صلبة لإنقاذ الشعب واستعادة الدولة وتصويب مسار الوطن والتعقيد لسنوات تمثل ولا يزال في ترجمة هذه المرجعيات إلى واقع بالطريقة الوحيدة التي تفهمها ميليشيا إيران دون توقف في منتصف طريق الحل يمنح إيران الفرصة للمراوغة وتعقيد المشكلة اليوم تأتي القمم الثلاث في الرياض ليلتقي فيها العرب بدولة ينظر لها السياسيون كعامل توازن في لحظة مغادرة العالم مضيق القطب الواحد لتوثير القمم التساؤلات ذاتها هل ينجح العرب في استثمار مثل هكذا متغيرات لتغيير واقع المنطقة نحو المستقبل الذي ينشدون أم أن إيران التي سبق لها التوقيع مع الصين على اتفاقيات من ضمنها اتفاقية الخمسة وعشرين عاما ستكون أقدر على استثمار مثل هكذا متغيرات تساؤلات يؤكد كثيرون أن جوابها الأقرب يمكن أن يأتي من اليمن حيث الصراع المكشوف بين الإرادة العربية والأوهام الفرسية وبمقدر النجاح العربي في ترجمة لغات المصالح مع التنين الصيني لصالح الدول العربية يتحدد المؤشر الفعلي للعلاقات الصينية في المنطقة فالقمم التي أكدت على وحدة اليمن وسيادتها والمرجعيات الثلاث للحل والدعم لمجلس القيادة والشرعية باعتبارها الممثل الوحيد لليمن تبقى إضافة نظرية للقرارات الأممية والمرجعيات الإقليمية والمحلية وتبقى أهميتها جميعا مرتبطة بفرض تطبيقها على الأرض بأيدي أهل الأرض أنفسهم ترجمة نانسي قنقر